نكملين معاكم فكرات نهارك سعيد وزي ما قلنا في البداية معانا فكرة خاصة جدا لكل المهتمين بالبورصة المصرية وأخبار التداول داخل البورصة المصرية والأزمة العالقة داخل البورصة يكون معانا النهاردة يكلمنا أكتر عن آخر أخبارها أستاذ أحمد العطيفي خبير الأسواق المالية والتداول سبع الخير أهلا نهارك سعيد نبتدي بإغلاق يوم الخميس هو يوم الخميس برضو المؤشر في الأسبوع الماضي كله وانتهى بيوم الخميس الماضي كان على محصرة صعود جيد البورصة عوضت تقريبا أكتر من 10 مليار جنيه من خسائرها من الأسبوع الماضي أغلق المؤشر نجح الخسائر كانت قدي يعني إحنا طبعا من أول العام لحد الآن إحنا خسرانين تقريبا 42% من مؤشر عام السوق تقريبا البورصة نجحت في خلال الأسبوع الماضي أنها تستقر فوق منطقة 4100 وكان الملاحظ برضو كان الخميس بالذات الماضي والأربع كان فيه ارتفاع في قيمة تداول موجودة وده كان من قبل المستثمرين العرب كان متوكدين بجوة في السوق المصري عكس تواجدهم في الأسبوع الماضية الملاحظ كان الارتفاع كان مدعوم بقوة قيمة تداول برضو كانت مرتفعة وصلت قيمة تداول تقريبا 350 مليون و400 مليون في بعض الجلسات وحنا كنا شفنا قيمة تداول دي تقريبا منذ أكثر من شهور تقريبا حاكم في المؤشر كان فيه قوة شرائية موجودة للأسهم الأكتر وزن على المؤشر إيجيكس 30 كان قراصكم إنشاء والصناعة كان موجود بقوة البنك التجاري الدولي كان موجود بقوة عموما نجحنا إن إحنا موجودين فوق منطقة 4000 أو 4100 بعدما كان المؤشر سابقا وصل لمنطقة 3100 هي إشارة إيجابية إن إحنا أعتقد بداية الأسبوع وبداية جلسة النهاردة أعتقد إنها تبقى إشارة إيجابية إن السوق هيبتدي يتعافى لكن أعتقد المؤشر برضو هيواجه مقاومات عند منطقة 4000 أستاذ أحمد سمعنا ناس كتير بتتكلم على انخفاض الاحتياطي الأجنبي كان 36 مليار 27 مليار الانخفاض ده أثر على البورسة السياسة هو إحنا نقول الاحتياطي الأجنبي هو عبارة عن مقايم عندنا بالدولار الاحتياطي الأجنبي دي هي سلة مصر من الاحتياطي الأجنبي فيها جزء وزن منه دهب 10% فيه جزء 60% منه تقريبا السندات الأمريكية والجزء الثاني بيبقى فيه موجود عندنا بعض سلة العملات الأخرى طبعا انخفاض الاحتياط الأجنبي ده بيبقى إشارة سلبية أن الدولة دي معدل النمو بتاعها بتادي تناقص تدفقات النقدية اللي هي الأجنبية اللي بتخش لها والموارد الموجودة لها دي معناها أنها بتادي تنخفض ده بيدينا إشارة سلبية أن الاستثمارات بتادي تنخفض في هذه البلد ده يعني عاكس سلبيا على الأداء عندنا في البورسة المصرية لكن بواجه عامل هو بيتأثر أكتر باللغفات الاحتياطية هي حركة الواردات والشركات اللي بتتعلق بالاستراد من بره والسلع بالذات لأن الاحتياط النقدي كل ما الاحتياط النقدي بينخفض بيبقى فيه المدة المتعلقة بالتسهيلات دي قد يهي الطايم لما احنا كنا في حدود 36 مليار كان عندنا مدة تقريبا أكتر من 7 أو 8 شهور في تغطية هذه الواردات فطبعا ده بينعكس على نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورسة يتعلق بعمليات الاستراد لهذه الواردات خاصة الشركات الموجودة في السلع الموضع اللي احنا موجودين فيه هو حتى الآن مازال آمن على فكرة لأنه هو الموضوع الناس عم يتكلم فيه بتضخمه جدا لكن هو حتى الآن مازال آمن لأن احنا الاحتياط ده يغطي عندنا الواردات تقريبا أكتر من 5 شهور ونوصل لمرحلة الخطر لو وصل هذا الاحتياط إلى أقل من 12 مليار واعتقد أن احنا دوت مش بسهولة نوصل له يعني ده أمر صعب ونتمنى أن احنا ان شاء الله بنوصل له دوت بيأثر على حركة المتعاملين الأجانب الموجودين عندنا في مصر طبعا الاحتياط دوت نما انخفض ده كان يدينا أشارة أن الأجانب خرجوا من مصر سواء من سوق الأوراق المالية المتعلقة بالأسهم أو من سوق الأوراق المالية من السندات وقزون الخزانة كانوا موجودين فيها كانوا موجودين في حدود 10 مليار ودلوقتي طبعا نخفضوا في حدود 2 مليار تقريبا دوت بيأثر زي ما قلت حياتك بيأثر على تصنيف الاقتماني للبلد بيأثر على قيم العدلة للأسهم المدرجة في السوق المصري بيأثر بعد كده هو على أن الأسهم بتختلف بقى الفكر الاستثماري الموجود في السوق حددتك قلت في داي كلامك أن البورصة المصرية بدأت تعود جزء من خسائرها في الفترة اللي فاتت بس هل قيمة الدتاول داخل البورصة ما زالت منخفضة ولا يبتدى يبقى فيه أقبال أكتر عليه لازم نتقارن ما بين جزئتين ما قبل يناير وما هو الوضع اللي احنا كنا موجودين فيه طبعا ما قبل يناير كانت تقيمة الدول بتتعدل مليار جنيه تقريبا وفي بعض الجلسات بتقصل أكتر من المليار بس كنا بنسمع برضو أن البورصة المصرية فيها مشاكل كتير وفيها أزمة كبيرة هو من قبل يناير كانت البورصة المصرية بتتحرك مع الأسواء العالمية وأي بورصة في العالم أو أي مؤشرات بتتحرك هبوطا وصعودا مع الأحداث الموجودة فيها لكن ما حدث في يناير وتدعيات ما حصل من بعد كده أثر على السوق تأثير قوي جدا وبرضو لا ننكر أن احنا تأثرنا برضو بالأسواء العالمية أو زي ما احنا تأثرنا بالأسواء الداخلية الموجودة عندنا أحجام التداول وصلت لحد تقريبا في وقت ملوقات 200 مليون أو 150 مليون طبعا الأحجام المتدنية جدا دي أثرت على الاستثمار الموجود في البورصة أثرت كمان على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأثرت على العاملين كمان الموجودين في السوق ارتفاع قيم تتأول بقى في خلال الأسبوع الماضي وصل 300 مليون وصل بعد الجلسات 400 مليون دوت إشارة إيجابية أنه ابتدى يبقى فيه تعافي وكان واضح أن المستثمرين العرب هما كانوا متواجدين بجوة في السوق المصر في خلال الجلسات الأربعة والخميس الماضية عموما هي إشارة إيجابية لكن احنا بنتمنى الإشارة الإيجابية تفضل مستمرة نحافظ حتى توجدنا فوق 350 مليون جنيه دوت هيدي إشارة أن السوق ممكن يتعافى في المرحلة القادمة طب قبل يناير احنا كنا متأثرين بالأزمة العالمية كل دول العالم كانت بتعاني من نفس الشيء بعد يناير المستثمرين خايفين من ايه احنا لسه العالم برضو متأثر بالأزمة العالمية هي الأزمة العالمية على فكرة لسه مخلصتش يعني احنا في قبل يناير كنا بنقول الأزمة خلصت عمستوى العالم لأ النهاردة بنتكلم على دول أوروبية معرضة للإفلاس يعني اليونان عندها مشاكل إيطاليا عندها مشاكل أمريكا نفسها تصنيف الاقتماني عندها اختلف فكل دوت أثر على أسوأ المال على مستوى العالم أسوأ المال كلها على مستوى العالم برضو منخفضة لكن وطيرة انخفاضها مش بنفس القوت وطيرة انخفاض البورصة المصرية احنا دلوقتي المستثمرين الأجانب اللي كانوا مفروض بيستثمروا عندنا في السوق المصري ابتدوا مش متواجدين بقوة عشان حكتين ما يحدث في مصر من الموجود اللي احنا كلنا عارفينه وما يحدث في أسوأ المال العالمية لديهم فأسوأ المال عندهم هناك في مشاكل فأصبح النهاردة وجهة نظرهم في الأسوأ المال عموما سواء السوق المصري كسوق ناشئ أو الأسوأ العالمية أصبحت متغيرة تماما برضو بقى احنا كعرب أو مستثمرين مصريين اتأثرنا بما يحدث عندنا في مصر وما يحدث برضو في الأسوأ العربية برضو مننكرش الأسوأ العربية برضو في اتجاه برضو هابط لكن برضو وطيرت هبطهم مش بنفس وطيرت الهبط يبقى كل المتعاملين في سوق المال المصري اتأثروا بما يحدث في مصر وبما يحدث برضو في الخارج حدد خبير في الأسواق المالية تفتكر في فترة الجاية المفروض البورصة المصرية تعمل ايه عشان يعني يقل خسائرها على الاقل او تثبت خسائرها يعني انا من وجهة نظري هو ما فيش اي اجراتها تقدر تعملها البورصة انها تساهم ان السوق يصعد بقوة غير ان لازم يبقى استقرار امني واقتصادي في البلد تمام الاستقرار السياسي رقم واحد وعلى كده هو هينعكس على هذا الاستقرار بعد ما الاستقرار ده يبقى واضح والملامح تبقى واضحة جدا المرحلة القادمة شكلها ايه الانتخابات هتصفر على ايه هل الموضوع شكله ايه في البلد دوت هيتساهم ان فيه تدفقات مالية تبتدت خش عندنا في السوق المصري سواء ممكن تدفقات مالية من داخل السوق او دفقات مالية من خارج السوق البورصة على فكرة هي عملت اجراءات ساهمت مش في عدم السعود هي ساهمت في ان الهبوط ميباش قوي عملت اجراءات احترازية قوية قبل كده مثلا لغت الجلسة الاستكشافية في وقت من الاوقات في بداية التداول قلصت الحوز السعرية للشركات بدلا من الشركات تهبط 20% خليتها 5% وبعد كده 5% اخرى كل ده ساهم ان يبباش فيه وطيرة كبيرة في الهبوط واحنا حتى نجحنا دوت مش في شهر 3 واربعة لا احنا نجحنا ده كمان في الايام اللي فاتت ساعة احداث مزبيرو لما حصلت البورصة تأثرت بها بكوة الجلسات الاحترازية ديت لو كانت البورصة علقتها وبعد كده رجعتها تاني ابتدى السوق ينزل 20% او يصل 20% كان ساعة احداث مزبيرو كنا نبص لها البورصة عمقت خسائرها اكبر من خسار الموجودة فيها انا شايف ان كقدارة البورصة هي بتحاول تتواكب مع الاحداث على قدر ما تملكهم من ادوات وقوانين تقدر تساعدها في المرحلة اللي احنا موجودين فيها لكن وجهة ناظرها والعنوان الرئيسي لان تتعافى مش البورصة المصرية بس او اي بورصة على مستوى العالم غير ما يكون فيه استقرار سياسي موجود والحالة الامنية في البلد تبقى جيدة ويبقى فيه واضح للقوانين اللي موجودة في البلد القواضي القضايا المتعلقة مثلا ببعض الشركات وصحب اراضي وتعديل في بنود وتعديل في التفقيات طبعا كل رؤوس الاموال هتقف هلد وتنتظر لغاية ما تشوف الامور دي هتخلص على ايه عشان يفكروا يعملوا سياستهم الاستثمارية شكلها ايه في مصر سندير الاستثمار دور هاي سندير الاستثمار عندنا هنا وقت في مصر انواع مختلفة سندير الاستثمار تتعالج بالاستثمار المباشر تبقى اسهم فقط وفيه سندير الاستثمار في ادوات النقط زي ازون الخزانة والسندات الموجودة طبعا كمدير استثمار لو في سندوق بيستثمر في البورصة بس اسهم طبعا هو عنده التزام امام حملة الوصائق الموجودة فيه هيحسبوه انت عملت ايه في السندوق فطبعا اعتقد ان المكبلين سندير الاستثمار ان هم مش قادرين يعملوا حاجة لان عندهم استردادات قوية جدا من حملة الوصائق الموجودة فيها لكن من سندير الاستثمار اللي حقق فيه على الناجحات في خلال اعتقد الشهور دي سندير استثمار في ادوات النقط زي ازون الخزانة والسندات العائد بتاعها وصل الى 12% و13% فطبعا ده اقوى عائد موجود فالسندق دي متواجدة في سوء الاوراق المالية لكنها ليس متواجدة في الاسهم موجودة في السندات والزون الخزانة يعني تقييم حضرتك لها بشكل عام بتساعد في حل ازمة البورصة ولا لا 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 انت استطيع انها تقدر تساعد لان الكاش اللي موجود فيها هي كنفقة من الوقت لما كانت تتدخل في السوق بتتدخل بقوة لانها ممكن بتدفع السوق تحافظ على النقط موجودة للدعم موجودة في السوق لكن اعتقد دلوقتي بعد الوقت اللي احنا موجودين فيه ايه الكاش الموجود او السيولة الموجودة في سندير الاستثمار مبقيتش موجودة زي الاول برضو مديرين سندير الاستثمار شايفين المخاطر مرتفعة خصوصا انهما لو بيواجهوا استردادات على طول كل مثلا كل اسبوع طبعا مخاطرهم بتبقى مرتفعة بغض النازع عن سندير الاستثمار المغلقة ما بيواجهش هو استردادات هو ممكن بيتحرك براحته بالسوق سعودا يعني بيدخل وبيخرب في السوق براحته لكن هذه السندير مش عددها موجودة عندنا في السوق الماصر احنا نتمنى بقى يبقى فيه سندير كبيرة سندير سيادية تنشئها الحكومة يا حضرات السندير كلها رأس ما لها مثلا 200 مليون 100 مليون طبعا السندير دي في الزل الموجود في السوق مش هدادر تساهم في ارتفاع السوق لان الفلوس دي مش موجودة اصلا في السندير بقوة نتمنى يكون بقى نتكلم على سندوق كبير مثلا قيمته مثلا مليار اتنين مليار يدي صبورت عندنا في السوق يساهم انه هو السوق ميكملش هبوط واعتقد انه هو استثمار طويل اجلي بجيد لو تكلمنا عن السندير دخلت دلوقتي بالقيمة الكبيرة دي مليار اتنين مليار على القل هيبه استثمار ممكن نتكلم عليه بعد 3 اربع سين هيبه العاية بتاعه تفزل الاحداث الحالية ممكن الحكومة تقوم بدا ما هي المشكلة دلوقتي ان الحكومة مكبلة بحاجات كتير جدا المطالب الفقوية للناس طلباها الانفاق المخصصات المتعلقة بالمرتبات على فكرة الاحتياطي كمان عندنا بينكس عشان حاجة واحدة مش تدفقات المالية اللي بتيجي بتنكس لأ ان احنا علينا ديون بندفعها كل شهر فالحكومة عندها مشاكل كبيرة جدا موجودة فانا اعتقد ان ممكن حتى لو احنا قدرنا يبهى فيه مليار او اتنين مليار اتخصصوا لسوق المال زي ما بيتخصصوا لبعض المطالب برضو الاخرى المطالب الفقوية ما احنا بنخصص برضو لها فلوس لو تخصص اتنين مليار او مليار على اقل لسوق المال ممكن هيساهم ان هو يدعم سوق المال في المرحلة الانتقالية اللي احنا موجودين فيها انت بحركتها تتوقع ايه بقى للبورسة المصرية في الفترة القادمة يعني انا التوقع قصير الاجل دوت هي بصعب جدا لانه هو بتحكمه الاحداث الامنية الموجودة في البلد لان احنا ممكن يعني لقدر لانه فاجأ مثلا احداث سلبية تحصل بكرة بعض فالتوقع دوت مفروض ما نبنيش عليه قرارات استراتيجية او استمرارية الناس تخش الماركت او تخرج من الماركت لكن انا شايف لو الوتيرة اللي موجودة حاليا والوضع الهادئ اللي احنا موجودين فيه اعتقد ان احنا هنحافظ على تواجدنا فوق منطقة 4000 كمؤشر هبا فيه استقرار الخسار مش هنشوفها الخسار العنيفة اللي احنا كنا بنشوفها قبل كده بنقول امور سلبية او امنية تحدث في البلد لكن انا موجهة ناظر الاستمرار اللي احنا بنتكلم على بعد سنة او سنتين في البورصة المصرية شايف ان القيم للأسهم ممكن تختلف تماما الاستقرار السياسي هينعكس على الاستقرار الامن الموجود عندنا لو كلمتنا على استثمار حالي بناء محفظة طويلة الاجل متقلش عشان يبقى الناس عارفة متقلش عن سنة ونص سنتين خلاص اعتقد ان هيحقق ارباح جيدة نسبة الاجبال اكتر من المستثميرين العرب ولا مستثميرين الاجانب حاليا احنا في خلال الاسبوع الماضي ابتدت المستثميرين العرب المتواجدين في الكوة في السوق المصري وكان فيه اصاد وجودهم العرب كان فيه تخارج من المستثميرين الاجانب المتواجدين ما زالت وطيرة المستثميرين الاجانب بتقول انها فيه تخارج موجودة ما لم ان احنا الشهر اللي فات حصل عندنا في مصر استثمار اجنبي مباشر شركة الاكتوراليكس استحوزت على شركة كدية في حدود 2 مليار و 300 مليون فدي كانت aكبر استثمار مباشر من المستثمرين الأجانب في السوق المصري عموما لكن إحنا لو قيمنا في خلال لأسبوع الماضي كان التواجد في خلال الاسبوع كان أكبر المستثمرين العرب وأعتقد لو حصل الوثيرة الموجودة الهدية الموجودة عندنا أعتقد ممكن نقول المستثمرين الأجانب يبتدوا ي���ون موجودين في السوق المصري عندنا بعد انتخابات مجلس الشعب شكرا